بمناسبة استعداد دولة الإمارات لاستضافة فعاليات دورة الأولى من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة يومي الرابع والخامس من ديسمبر 2017 في مركز إكسبو الشرقة التي تنظم بالتعاون بين مؤسسة نمال الارتقاء بالمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة دعت حرم صاحب السمو حاكم الشرقة سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسم رئيسة مؤسسة نمال الارتقاء بالمرأة جميع الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني في المنطقة والعالم إلى اتخاذ خطوات عملية من أجل تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز دورها في عملية التنمية المستدامة وفقا للبند الخامس من أجلدة التنمية المستدامة 2030 التي تبنتها الجميع العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 مؤكدة سموها أن توظيف قدرات المرأة في قطاعات الأعمال المختلفة من شأنه إحداث طفرة اقتصادية هائلة تمتد آثارها لتشمل جميع الشراكات ضمن مختلف القطاعات وأوضحت سموها إننا جميعا مطالبون بتحمل مسؤولياتنا الإنسانية والأخلاقية والسياسية تجاه الملايين من الفتيات ونساء والأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر منذ عقودنا طويلة في انتظار فرصة لم تأتي يوما بسبب تقاعس المجتمع الدولي تجاه قضايا تمكين المرأة ووجهت سمو الشيخة جواهر بن تمحمد القاسم الدعوة إلى قطاعات الأعمال في المنطقة والعالم إلى تباني استراتيجيات وبرامج عملية لتنفيذ مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سوق العمل حتى يتمكن من إعادة النشاط إلى دورة الاقتصادية العالمية وكل ما عليه هو الاستفادة من المرأة القادرة على إضافة تريليونات الدولارات إلى النتج الإجمالي العالمي خلال الأعوام القليلة المقبلة وفقا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس وأكدت سمو الشيخة جواهر بن تمحمد القاسم أن القمة العالمية لتمكين الاقتصادي للمرأة في دوراتها الأولى ستشكل منصة دولية تنطلق منها الشراكات بين مختلف القطاعات ذات الصلة في المنطقة والعالم من أجل تحقيق التكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين عبر تحفيز القطاع الخاص المحلي والدولي على تقديم التزامات فردية أو جماعية ملموسة للعمل على مدى العامين المقبلين لتمكين المرأة بشكل حقيقي في الدورة العامل والإنتاج اشتركوا في القناة